موسيقى إذا نصل الآن إلى قابلية القسمة على 2, 5, 3, 9 ونبدأ مع قابلية القسمة على 2 إذن قابلية القسمة على 2 إذن الأعداد التي تقبل القسمة على 2 هي الأعداد الزوجية وكيف نحدد هذه الأعداد الزوجية؟ وهي التي رقم أحدها يكون إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 إذن إذا كان رقم الوحدات هو 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 فهذا الأعداد يعتبر عدد زوجي وهو قابل للقسمة على 2 إذن نأخذ أمثلة مثلا نأخذ 756 إذن كما تلاحظون فرقم وحداته هو 6 وبالتالي فهو يقبل القسمة على 2 ونقول أيضا أن 756 هو عدد زوجي إذن إذن طلب منك مثلا أن تحدد هل عدد زوجي أو عدد غير زوجي يكفي أن تبين أنه قابل للقسمة على 2 إذن يكفي أن تلاحظ رقم وحداته وهكذا تعرف إذا كان زوجيا أو لا ونأخذ مثال الثاني وهو 321 ولاحظ رقم وحداته هو 1 وبالتالي فهو لا يقبل القسمة على 2 لأن رقم وحداته هو 1 نقول كذلك أنه ليس عدد زوجي أي أنه عدد فرضي إذن نقول أنه عدد فرضي ونمر الآن إلى قابلية القسمة على 5 وكذلك فالأعداد التي تقبل القسمة على 5 هي الأعداد التي رقم أحدها هو إما 0 أو 5 إذن يكون رقم الوحدات هو 0 أو 5 نأخذ أمثلة إذن العدد 35 كما تلاحظون رقم وحداته هو 5 وبالتالي فهو قابل للقسمة على 5 أي يقبل القسمة على 5 وإذا أخذنا العدد 37 فنلاحظ أن رقم وحداته هو 7 وبالتالي فهو لا يقبل القسمة على 5 إذن لتحديد العدد يقبل القسمة على 5 إذن يكفي أن تلاحظ رقم وحداته وإذا كان رقم وحداته 0 أو 5 فهو قابل للقسمة على 5 أي أنه كذلك يمكن أن نقول أنه من مضاعفات العدد 5 لكن إذا كان رقم وحداته يخالف 0 أو 5 مثلا إثنان أربعة فهنا نقول أن العدد لا يقبل القسمة على 5 ونمر إلى قابلية القسمة على 3 إذن متى يكون العدد قابلا للقسمة على 3 يكون العدد قابلا على القسمة على 3 أي أن الأعداد التي تقبل القسمة على 3 هي الأعداد التي يكون مجموعة أرقامها قابلا للقسمة على 3 بحيث يكون مجموع أرقامه من مضاعفات ثلاثة إذا ماذا نفعل؟ نأخذ العدد ونقوم بحساب مجموع أرقامه يعني هذا الأداء يتكون من الأرقام رقم واحدات عشرات مئات إلى غير ذلك فنقوم بجمع تلك الأرقام وإذا كان المجموع إذا كانت النتيجة من مضاعفات ثلاثة أو قابل للقسم على الثلاثة فهنا هذا العدد ككل فهو يقبل القسم على الثلاثة إذا نأخذ أمثلة مثلا 1635 إذا نقوم بحساب مجموع أرقامه إذا نقوم بحساب مجموع أرقامه إذا لدينا واحد زائد ستة زائد ثلاثة زائد خمسة أي رقم الوحدات زائد عشرات زائد رقم مئات زائد رقم آلاف يساوي 15 إذن يمكن أن نحدده هنا مثلا وجدنا 15 إن 15 هي من مضاعفة 3 ولكن أن تقاعد على أن تستمر في القيام بالمجموع مجموع إذن وحصلت على مجموع 15 يمكن أن تحسب مجموع أرقامي كذلك فتقوم 1 زائد 5 تساوي 6 إذن المجموع الأخير للأرقام هو 6 إذن 6 من مضاعفات 3 وبالتالي نقول أن 1635 يقبل القسمة على 3 نلاحظ مثل آخر 89 إذن مجموع أرقامه هو 8 زائد 9 تساوي 17 وإذا قمنا بجمع كذلك أرقام المجموعة الذي حصلنا عليه 1 زائد 7 تساوي 8 ونلاحظ أن 8 ليست من مضاعفات 3 وبالتالي ف89 فهو لا يقبل القسمة على 3 ونمر إلى قابلية القسمة على 9 والأعداد التي تقبل القسمة على 9 هي الأعداد التي يكون مجموع أرقامها قابلا للقسمة على 9 بحيث يكون مجموع أرقامه من مضاعفات 9 نأخذ أمثلة مثلا 288 إذن لكي نرى هل هذا العدد قابلا للقسمة على 9 هذا نفعل نقوم بجمع أرقامه إذن نقوم 8 زائد 8 زائد 2 إذن مجموع أرقامه 2 زائد 8 زائد 8 تساوي 18 يمكن من هنا أن تستنتج مباشرة أن 18 من مضاعفات 9 أو يمكنك أن تقوم بقيم بمجموع أخر وتجمع 1 زائد 8 تساوي 9 وتساوي 9 من مضاعفات الرقم 9 من مضاعفات أفوال الأعداد 9 وبالتالي 288 فهو يقبل القسمة على 9 ونأخذ مثلا آخر 1635 إذن مجموع أرقامه 1 زائد 6 زائد 3 زائد 5 تساوي 15 1 زائد 5 تساوي 6 و 6 هي ليست من مضاعفات 9 وبالتالي فالعدد 1635 فهو لا يقبل القسمة على 9 ملاحظة هامة هي أن كل عدد يقبل القسمة على 9 فهو يقبل القسمة على 3 والعكس ليس دائما صحيح مثال 288 لاحظنا قبل قليل أنها تقبل القسمة على 9 وإذا قمنا بمجموع 2 زائد 8 زائد 8 وجدنا 18 أي 1 زائد 8 تساوي 9 وبالتالي فكذلك هي تقبل القسمة على 3 لكن 1635 مثلا فقد لاحظنا قبل قليل أنه يقبل القسمة على 3 لكن مجموع أرقامه الذي يساوي كما رأينا يساوي 6 فهو ليس بمضاعف للعدد 9 وبالتالي 1635 لا يقبل القسمة على 9 لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله